اشتركوا في القناة في مرحلة دقيقة لأن هذه خمس سنوات الجفاف المتتالية ويمكننا قولوا أن في بلدنا عمرنا ما عشنا هذا المستوى الجفاف الذي عشناه في هذه السنوات الأخيرة منذ سنة 2019 وبالطبع مني تكون تراكم فتجل أن الوضعية المنطلقة تكون ضعيفة وإشكال لماذا كان ضروري أننا نضع السيدة الوزراء والسيدات الوزيرات في الصورة للوضعية اللي احنا فيها لأن هذه الصورة الأولى فهي أبانت أننا متاجين لا قدر الله إلى سنة جافة أخرى وهذا هو الإشكال الحقيقي اللي هو متروح سنحولي نعطيكم بعض المعطيات باش نفهموا الوضعية اللي احنا فيها أولا تساقطات المطارية تساقطات المطارية فهي اليوم كانت في المعدل 21 مليمتر فقط فات الشهر كمعدل وبالتالي اليوم تنتكلموا أنه إذن كانت تراجع مقارنة مع سنة عادية 67% بتساقطات المطارية باش نعرفوا الوضعية اللي احنا فيها تانيا وهو أن درجات الحرارة فهي درجات الحرارة فهي كانت كذلك مرتفعة احنا تجاوزنا المعدل السنوي بدرجة و30 فات الشهر الأولى وهذا بطبع عنده وقع للتبخر والوضعية ديال ديال السدود النقطة ثالثة كذلك اللي تخصنا نعرفه وهو أنه بنسبة الواردات ديال لدخلات السدود فات الشهر الأولى فهي لم تتجاوز خمسمائة و19 مليون متر مكعب السنة الماضية سجلنا مليار و500 مليون متر مكعب في تلتصور الأولى دين تراجع ديال تلوتين وبنسبة للخمس سنوات الماضية تراجع ديال أكثر من 50 في المياه لأنه كان متوسط ومليار و200 مليون متر مكعب تراجع من المناطق الليمانية سنوضعكم في الصورة كذلك ديال أولا النسبة اللي نحن فيها ديال الواردات المتوسط اللي صنا فيها اللوكوس اللي هو أكبر خزان المال اللي عدنا في بلدنا ومناطق اللي تيكون فيها عديد من التساقطات المطارية تراجع نوضح بأنه كان تساقطات المطارية غير بارح طنزة وصنا 22 مليمتر وكانت خلال طنزة المدينة وتمشي للبحر ما تدخل في المناطق فين كان السدود باش نفهم بإننا متى نتكلم على التساقطات المطارية تنخسنا ربطوها فين كان السدود باش نعرف واش كانت واردات أملا مائية إذا بالنسبة اللوكوس المعدل السنوي هو 282 مليون متر مكعب اللي كانت تدخل السدود هات السنة دخلت فات الشهر الأولى 23 مليون متر مكعب بالنسبة الملوية كانت تدخل 311 مليون متر مكعب دخل 121 هات السنة بالنسبة السبو اللي في اكبر خزان مع صد ديال الوحدة كانت تدخل 758 مليون متر مليون متر مكعب دخلت فقط 90 مليون متر مكعب شنعرفوا الوضاية اللي احنا فيها بالنسبة لأبي قراق كانت تدخل 147 مليون متر مكعب دخلت 14 مليون متر مكعب فقط بالنسبة الأمر كانت تدخل 694 مليون متر مكعب دخلت فقط 195 مليون متر مكعب وانتم مع الوضاية ديال سيد المسيرة اللي هي وضاية مزرية لأننا أقل 30 مليون متر مكعب في لقد القدرة الاستيعابية للسد وجود المليار و700 مليون متر مكعب إذن أقل من 1% تنسيف كانت تدخل 98 مليون متر مكعب دخلت 41 مليون متر مكعب سوس مسا كانت تدخل 160 مليون متر مكعب دخلت فقط 10 مليون متر مكعب بالنسبة الدرعة ودنون كانت تدخل 165 مليون متر مكعب دخلت فقط 4 مليون متر مكعب وبالنسبة لزيز كيرغريز كانت تدخل 50 مليون متر مكعب دخلت فقط 21 مليون متر مكعب إذن توضح لكم الصورة الإمدادات والواردات المائية فهي ممكن نقولها وصلنا الوضائع خاطرة جدا وهذا ما كنات نتصوره أننا ممكن نوصله لهذا الحد بالنسبة لهذه السنة وبالطبع هذا كان عنده وقع على نسبة ملء السدود النسبة اليوم فهي لا تتزاوز 23.5% وقال لي أي عندنا 13 مليار 790 مليون متر مكعب السنة الماضية اللي كانت سنة جافة كذلك كنا في 31% دي ملء السدود إذن لدينا تراجع سبعات النقط مقانة مع السنة الماضية وبالتالي نسبة السدود بنسبة السوس الماس هي 11% بنسبة الأمر ربيع فهي فقط 4.75% بنسبة الملوية فهي 25% بنسبة لوكوس 39% بنسبة الكيرزي زغريس فهي 27% بنسبة الدرعة ودنون 20% وبالنسبة السنسيف هي 46% إذن هذا وعاد ملوم الساقية الحمراء أنتم معرفين بأن النسبة فهي ضئيلة جدا هذا اللي تجل أن لدينا بعض المناطق اللي هي تجل أن الوضاية اللي وصلنا لها فهي وضاية اللي صعبة خصوصا بالنسبة النظام ديال سد المسيرة أي المنطقة ديال السطات المنطقة بالنسبة المستقبل عدنا كذلك بالنسبة النظام ديال اللي هو متروح ديال تانزة أصيلة عدنا الإشكالية متروحة كذلك بالنسبة النظام ديال الحسيمة وعدنا إشكالية متروحة كذلك بالنسبة النظام المملوية بالنسبة لبعض المناطق المهم فاتش كله وهو أن بطبع احنا أملنا كبير بالله سبحانه وتعالى لأن باقة الشهر المقبلة هي التي تكون أكثر إمطاراً بالنسبة لبلادنا وباقي معلومة وتكون كذلك التلوج التي يمكن أن تساعد كذلك على ملء السدود ولكن نحن دائماً تنستغل في إطار الصراحة واللغات الحقيقة والاستباقية هذا الذي تجل أنه كان ضروري أنه الحمد لله أخذنا العديد من التدابير الذي كان كما كنا نأخذناها بالنسبة للربط المائي ما بين سبول أبيرقاء طبقة التوجهات الملكية لكانت حتى الحوض للربط والمنطقة الضابدة كانت تكون ضرورة إذن الحمد لله راعدنا تقصى نعرف بأن تدخل مليون وثلاثمائة ألف متر مكعب يومياً تدائماً من آخر شهر أكتوبر وهذا الأمر يجعل أن الساكنة هذه المناطق فهي لا تضرر بالقدر في هذا الإطار وهذا فضل هذا المجهود الذي يدار زيادة إلى براميز لتحليات المياه والذي درنا تسريع فيها كما تعلمون بالنسبة الجديدة وآسفي بفضل المكتب الشريفة للفلسفات آسفي 30% المائة سأشرح تجديد من تحليات المياه وابتدائم شهر النائر المقبل إن شاء الله بالنسبة الجديدة كذلك ستستفد من تحليات المياه بكافيات تدريجية وطبع وتسريع في وطيرة إنجاز البرنامج اللي كنا رفعناها جاية الملك وتسمى المصادقة عليه في إطار الجلسة العامة اللي ترأسها جاية الملك دي العديد من المحطة دي التحليات المياه وكذلك تعطى انطلاقا إن شاء الله ابتداء المينار المقبل بنسبة المحطة دي التحليات المياه دي الدار البيضاء اللي كما تعلمون المكتب الوطني المأساة الشرف هو اللي شرف على هاد العملية واللي جعل إنه الصفقة فهي تعطات الواحد مجموعة دي المستمرين واللي تعطات أقل ثمن تاريخياً في البلد هي أربعة أقل مربعة ونص دي الدراهم أربعة دراهم ونص الميتر المكعب بالنسبة لنعطيكم واحد فكرة بالنسبة للماء اللي هو تحليات المياه اللي درت دبا مثلاً في أقادير فالكلفة هي دي العشرات دراهم الميتر المكعب وبالنسبة للمكتب الشريف الفصفات الكلفة هي خمسة دراهم وثمانية وثمانين باش نعرفه وبالتالي احنا لإننا التوجهة هو استعمال طاقات المتجديدة بتالي إحتاد الدخلا إن شاء الله يكون كذلك تمان اللي هو غيكون قليل وهذا هو التوجهة اللي مشت في هاد الحكومة بنسمى محطة المقبلة كلها غدار الطاقات المتجديدة باش نقلصوا التكلوفة على بالنسبة للماء سرع الشرب بالنسبة لساكنة وكذلك بالنسبة لفلاحة لأنك هين مناطق سقوية اللي غتستفد كذلك من تحليات المياه ثم تباتي وكذلك إنه في إطار الاتفاقية الشراكة اللي تم من إمضاء عليها من طرف جهة ملك محمد السيد دول الله ورئيس دولة دولة الإمارات العربية المتحدة فكاين كذلك هاد الجوانب ديال تحليات المياه وبتالي غتكون استثمارات كذلك في الإطار وليمكن لنقلكم بإنه إن شاء الله هاد المحطات المقبلة كلها إن شاء الله غتنطلق ابتداء من سنة 2024 طلب العروض بس نطلق هاد الصفاقات في إطار كذلك هاد الاستثمارات المقبلة أخيرا وهو إنه إحنا المسؤول يدينا كحكومة وهو إننا نديروا الاستباقية بحدي قلت وإننا نديروا هذا الإنظار المبكر باش منتخذوا التدابير اللازمة والتدابير اللازمة بالطبع كان مجهودات لغتدار في مجال العرض وكان كان مجهودات لتغتدار كذلك في مجال الطلب وفي مجال الطلب أنتم معرفين بإننا عدنا مشكل كبير ديال العقلانة ديال استعمال الماء وطرحنا عدة مرات سورة باتيو معنا عدة تدخلات لا في البرلمان ولا مع كذلك الميانيين في هذا الإطار وكان إشكالية ديال النزاع المائية لأن كان عديد ديال الماء اللي تيمشينا في القنوات وكان إشكالية ديال إهدار الماء ونقول لها بكل سرعة لدينا مشكلة التبدير والمسكيل اللازمة مطلوح رغم كل ما قمنا به في إطار تحسيس إلى آخره وبالتالي اليوم اللي هو مهم وهو أنه اللجن الجاوية اللي تترؤسها السادة الولاة والعمال واللي هي تتبع بكيفية يومية الحالة ديال المياه فهي غد تخذ كل التدابير اللازمة باش أننا يكون هنا واحد العقلانة ديال الطلب وكذلك باش يكون كذلك واحد العملية اللي غد جال إن الإمكانية المائية اللي عندنا فعطما نستعملوها في ثلاثة أو أربعة شهور أننا نستعملوها في ثلاثة أو سبعة شهور ألا ما إن شاء الله تكون الأمطار واللي ستساعدنا باش ممكننا نجاوزو هالإشكالية من بين هذه التدابير هناك بطبع تقليص من الضغط اللي تكون في الماء وكذلك من قطاعات في الماء إلا كانت ضرورة لذلك هذه غدار على الصعيد المحلي لأننا حسب تطور ديال الوضعية اللي كان على الصعيد كل جماعة وكل مدينة هل نستعملوها على إحلاق الآبار وخاصة على التنسي قليل هل أنت باستعملوها بعد جمعة المسابيع وكذلك؟ هذا كله شوف هذه الأمور كلها أولا أنتم معرفين بأن هذه العملية فهي مستمرة لأساسي وهو أنه اليوم نحن نتكلم على جزء النقط اللي هي مهمة النقطة الأولى وهو الزميد الساكنة بالمأساة والشرب لأننا تطرحت السؤال الأولوية هو المأساة والشرب وتانياً لدينا السقي ولكن هذا تجل أنه في بعض المرات يكون صعوبة يلتكيم ولكن الأولوية اللي لدينا اليوم هو نضمن المأساة والشرب بنسبة الساكنة وأننا معلوم كل ما أمكن نعطيه الإمدادات اللازمة باش نقضو ما يمكن إنقاذه في مجال السقي إنما نتكلم على السقي نتكلم على الأمر الغدائي نتكلم على تزويد الأسواق بالمنتوجات الفلاحية الضرورية وتنتكلم كذلك على واحدة راصيد ديال هذلك الفلاحات الصغار مساكن اللي هما بالنسبة لهم هذا هو الحياة ديالهم هو كل شي ورأس المال اللي عندهم وبتالي هذا هو الصعوبة اللي عندنا باش كيفية باش ممكننا نضبروا هذه المرحلة نحن اللي يمكننا نقول لكم بإنما يمكننا نشغلو إلا في إطار شفافية مع المواطنات والمواطنين وفي إطار المسؤولية وفي إطار كذلك أننا نتحمل جامعاً المسؤولية في هذا الوضع الصعب اللي تأخذوا إن شاء الله اللي سنزوجه بفضلي الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله لا تنسوش تابنوا في لشين يوتيوب وبرتجوا هذا الفيديو بغي سحبكم وما تنسوش الدرجاء من الموقع الحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي